هو الاشتباع السبب ان كلهم حكام كبار هو اصل الحدوطة كلها تعصب اه هي الحدوطة تعصب مش بفكرة تحكيم ده ما يمنعش ان فيه مسئولية على الحكام برضو لان الحكام عندنا برضو احنا طب ليه جمال الجندور نجح في زمنه لانه شخصية لان شخصية الحكم لا يخاف ولايتنا على فكرة على سكاي سبورت هاورد ويب اللي ده حكم كبير جدا ورئيس لجنة الحكام في انجلترا في الدور الانجليزي بيعمل برنامج على سكاي سبورت وبيحلل اداء الحكام بس هما ثقافتهم الرياضية وتقبلهم للغلط غيرنا خالص او جوهم يعني الجو بتاعهم يعني يطلع يطلع في الزمان يقولك قلعت اكبر قلعة الرياضية مو برضو يعني ازاي وليه يعني ايه اللي انت بتقوله يعني برضو عرفني ليه يعني ما تطلقهاش عرفني ليه هي اكبر قلعة رياضية ده اصدك على الهدف الهدف تسلل يعني بص يعني ده رجل سابق وده ايد سابقة وقاعد برضو حصل ايه واتغلب برشلونة في المرشي ده ويمكن اقول هزيمة اتغلب في المرشي ده ضفره مثلا قبل ده كتفي بتاع برشلونة وحط على الرجل بتاع الخطأ او كان الخطأ التحكيم واضحا لكن علينا تقبل ذلك لم يكن خطأ الحكم رئيسي نحن بشر ونرتكب الاخطاء واليوم الخطأ كان كبيرا هانز فليك مداري برشلونة شوف التقبل سبحان الله برافو عليك ياسر ياسر برافو عليك ان اتجبت دي لان المرشي ده انا شوفت انا بشوف كل منشاط برشلونة اه فالكرة يعني حتى في نهاية الامر حسيبها انهم على خط واع حاسة ليه في اسبانيا بقى وهو برشلونة تقبل الاخطاء خارج والمدرب تلعقال التصريح او احنا شغالين باسم الله ما شاء الله بيانات الاهل طلع بيان السموحة طلع بيان الاسماعيل طلع بيان زمالك اتظلم ما طلعش بيان